أستاذ نادي أهلا وسهلا ومرحبا إزاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله في نعمة وفضل الحمد لله لو سمحت كنت عايزة أسأل بس عن الحديث اللي بقول كنت عايزة أسأل بالضبط يعني ممكن إزيلة شعر الزائد ولا ممنوع خالص إزيلة حتى أي شعر حاجة لا تزيل الشعر الزائد وكل حاجة وقلنا وفصلنا الحديث ده من كم حالة أفاته واخدناه بشروح وأفهام الفقهاء في هذا الحديث وضممنا إلى ذلك الحديث يعني قول أمنا السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها للسائلة التي سألتها ما بالو المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت لها أميطي عنك الأدى ما استطعت يعني الشعر الزائد إزالت وما فيش منه مشكلة أما مساس أصل الحاجبين وهو إرادة التغيير في الخلقة زي ما احنا بنشوف بعض النساء بتعمل دلوقتي هو ده الشيء المحرم والشيء المحرم بقى ما عرفش بيعملوا موضة مش عارفة عاملة إزاي وموضة صيني وموضة ياباني وتروح تشيل الحاجب كله وتروح تعمل مكانه ما عرفش إيه بالحقن يعني إلا ما احنا بنقول هي الصور دي كترت وكتر فيها أشكال مش منضبطة كثيرة الحقيقة لكن النظافة شيء بالعقل شيء مطلوب ولذلك قمنا السيدة عائشة لم تعترض على ذلك الأمر يجي حد يقول ده أتلاها أميطي عنكي لزوجك يعني الغرض أن يكون قلب المرأة في كل أمر تسأله إن هذا التزين وذلك التجمل إنما يكون لزوجها لكن هذا لا يمنع أن هناك قدر من الزينة يظهر للناس وده إلي القرآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه وقلنا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء والقدمين عند السادة الأحناف وبعض الفقهاء كذلك وبالتالي في قدر بيظهر لكن أنا هذا القدر بيظهر لو أنا يعني أنظف الوجه مما تناثر فيه من شعر فلا شيء في ذلك إنما تعمد التغيير بإزالة الشعر الأساسي والأصيل في الحاجبين هذا ما يعني ورد فيه نص التحريم فلما بنيجي نشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الخاص باللعن الوارد للنامصات وغيرهن وحديث أمنا السيدة عائشة فكيف نجمع بين الخبرين نجمع بين الخبرين بحسن الفهم وأفهام السادة الفقهاء بنفهمها في الحدود دي يعني حتى لما أنا جبت أقوال الحنابلة في ذلك فهمها البعض إنه يروحوا يحلقوا شعر الحاجبين على إنه كما قال الإمام أحمد إنه هو حصر الحرمة في النتف وإنما لم يحصرها في القص والحلق لا هو الإمام أحمد أننا كنا بننئل لحضرتكم أراء السادة الفقهاء وبعدين في النهاية منتهى إليه فقهاء العصر الكرام اللي هم أهل اختصاص وأهل علم والعلم ده حركته متطورة وهذه النصوص الشرعية يفهمها السادة الفقهاء وهناك يعني فهم للقديم وكذلك في إطار أشياء حديثة ترأت على حياة الإنسان ولكن فقهاءنا من أهل الاجتهاد انتهوا إلى ذلك الأمر بأنه ليس مطلق النمص إنما المسألة خاصة بالنظافة حاجة وإرادة إنها تغير في أصل الحاجبين هذا هو المحر هذا هو المحر لكن إزالة التسوية جائزة التسوية جائزة وهي إزالة ما تناثر في الوجه وكان زائدا عن أصل الحاجبين فقط وإحنا قلنا الكلام ده وكررناه لكن مش عارف الموضوع يمكن ربما عشان بيسمعوا من أماكن أخرى يلتزم برأي واحد فيلزم به النساء وبعدين ما بيبقاش فيه رؤية موضوعية للحكم الفقهي فبنورط الناس أو بنعيش الناس في قلق لا إحنا مش عايزين نعيش الناس في القلق ولعشان كده أنا لما من كم حلقة فاته حققت المسألة من الجهة العلمية يعني أراء الفقهاء في المسألة عشان يبقى فيه يعني هدوء عند السائلات في هذه المسألة وما تشغلش كل هذا الحيس فهو أمر يسير النظافة دي شيء ما بيأفش ضدها الإسلام إنما لا النظافة ولا التجمل في اعتدال يقف أمامه الإسلام أبدا أو الشريعة الغراء هذه الشريعة تحض على كل تجمل طيب معتدل وتحض على كل تنظيف وجعل النظافة مطلب ومقصد شرعي وحدة تتأزى من تناثر شعر كثير حول الحاجبين وعلى وجهها أؤمن أقول لها دا يحرم وتعود هي والشاهة بهذا الشكل يعني هل هذا يعقل؟ لا لكن ما نجي إحنا بقى محتاجين نفهم النصوص أنا عندي نص بيتكلم عن مسألة ندف شعر الحاجبين ونص بيجيز هذه المسألة فإزاي بنجمع بين الاتنين؟ بحسن الفهم زي كما فعل ذلك الأقدمون فاهموا كل واحد فهم بالأليات المتاحة بالنسبة له وجاء علماؤنا وفقهاؤنا لخصوا كل هذه الأحكام وقالوا بأن النمص المحرم هو إرادة وده باتفاق عند الكل إرادة تغيير أصل الحاجبين هو ده المحرم أما التسوية وهي إزالة ما تناثر حول الحاجبين أو حتى في وجه المرأة من الشعر الزائد لا حرمة فيه وهكذا يشرع لنساء الأمة أمر متسق وواضح لاتساق ما بين الشريعة الغراء وما بين العقل ما ستجد المسألة فيها هدوء وتناقل إنما أنا بزعل من بعض وكل إنسان بقى حر لكن إحنا بنسوق الناس بمذهب واحد وبرأي واحد أو ربما إحنا مش مجمعين الأدلة كلها ولابد من الإعمال المنهج الموضوعي بدقة في مسألة استقاء الأحكام وموضوعي يعني إيه يعني أنا بتكلم في موضوع واحد المنهج ده من الجهة العلمية بيعني إن أنا لو عندي حكم المفروض أجمع عايز أوصل للحكم الدقيق في هذه المسألة كل الآيات إن وجدت عن هذه القضية اللي بتتكلم في الموضوع ده وكل الأحاديث التي وردت بتكلم في الموضوع ده وفي إطار الاثنين بنجمع آراء الفقهاء والمفسرين والمحدثين لا مانع في ذلك في نظرة كلية شاملة لاستقاء الحكم إنما أقف عند رأي واحد وأقف عند رواية واحدة الكلام ده ما ينفعش يبقى إحنا كده ما فيش أمانة علمية ترجمة نانسي قنقر